السلام عليكم كديري اللبس عليكم وارجع سمعكم في فيديو جديد الفيديو اليوم سيكون فيه صفوف او ثلو كل واحد واشكي يقول لهم عارفه مع الطلين ولكن يالله كسب باش نحط الفيديو سنشارك معكم طريقة مصافة صفوف بلا زيادات بلا اكترة زيادة صف صف اصلي طبيعي هذا الشي اللي موالفين كنديرو فيه ولي كنديرو فيه مواتنا وجدودنا هو اللي درسي انا ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم يالله نفذو المقادر وكيف كتشوفوا معايا في الفيديو فهذا هو القوام اللي غادي نديرو فسله عندي هنا يالفورس كيلو دي الفورس اللي حمرته مزيان في الكوكوطة اللي بناس اللي بغيتو تحمره في الفران كتتحمره غير هو كتبقه مقابلينه من بعد ما كيتتحمر كتغرب له عندي تسكيل ودزن جلال اللي مغسول ومنقي ومحمر في الكوكوط حتى هو عندي سكر غلاسي عندي هنا يا رابعة زرع الكتان حتى هي مغسولة منقي ومحمرة عندي هنا اللوز اللي فسخته وقليته في الزيت إلا بغيتو تقدروا تديروه تهوبة في الفران عندي معلقة كبيرة ديالقرفة وشوية ديالقوزة محكوكة وهنايا عندنا النافع وحبة حلاوة حتى هما منقيين مغسولين ومحمرين في المقيلة وصافي هنا وما قلشيكم قبل راكينا حتى الزبدة اللي غدي نخلطوا بها المقادر ديالنا هنا غدي نبدأ بالحاجات اللي غنطحنوهم ناشفين كيف ما كشفتوا معي في المقادر بحل زنجان ونلوس قاسماهم يعني النص غدي نعلكوا ونص غدي نهرمشوا غدي تشوفوا معي الطريقة فتحين حتى الزنجلان وحبة حلاوة طحنتهم وغنغرب لهم باش نحيدوا قاعدوك الشوائب اللي كيبقى وصافي وغناخد منهم معلقة كبيرة مملوئة الله يجعل البركة وهنا رابع ديالزرعت الكتان حتى هي غدي غيرن غادي نطحنها عادي ماني لها شبزة وما نخليهاش تبان كثيرة هنا اللوز بدي سبيحة هو اللي غدي غيرن هرمشوا كهذا كشري غدي نعلكو ونخليه هو الأخر يعني غير الزنجلان واللوز النص دي الزنجلان والنص دي اللوز هنخليه يحتل الاخر باشو غدي نعلكو فتحين صافي على هاتشكل كيف ما كتشوفوا معايا الإضاءة اللي بنات هنا كانت قوية بزاف ما عطتش اللي محمر الحق ديال ما عطتش للون الاصلي دياله هنا را محمرين شوية اللي كتشوفوا في الفيديو وهنا درت واحد القصرية اللي غدي بنا نحط فيها قاعدة كشي اللي كنضحل كيف ما كتشوفوا لا تسلوه بزاف خليه يبان باش ميكاتنا دقيقة يجي سفوف كتحار في راسكرا تبني ماداق اللوز ماداق الزنجلان كتجي فيهم ذك تقرميشة زنجلان حتى هو واغن نخليها غير بحاله نقضح نطحنه واحد شوية واغن نخليه سوف يباركة هل هي هنا را قسمته غير بعلاقة بالماكينة وصافي لا تسلوه كل شي فمرة حتى يبقى لتحت يتعلق لنا بزاف وصافي هنا دست اللوز هنا اللوز اللي غادي نعلكو فغادي نبقى نطحنه نعطيوه لوقت البنات ومرة مرة سراحوا الماكينة خليوها ترتاح اذا طحنتوا في الدار خليو الماكينة ترتاح وتبرد ورجعوه فهنا غادي ننيلوه مزيان حتى يولي سائل هو اللي غايعوننا انتو ما كيف جاء هو اللي غايعوننا باش يعلك لنا السفوف ديالنا اللون اللي راجع غامق على هكا شوفوا كيف شطحنتوا مزيان ولكن اعطيوه وها الخاطر غي خليوها تطحن على خاطر خاطرها سافي هنا دست الزنجلان تهو هنا درس البنات غين سكيلو سكيلو مل حاجة سافي غادي نبقى نخوي هادوك الجناب مرة مرة هكا هبطوهم وانتو ما كتطحنوه سافي الزنجلان جابحا لك هاتشكل ما طلقش زيس بزاف وليك الله يجعل باركة وصافي هنا جهاز مرحلة ديال ديال التخلاط اللي غادي نجمع فيها السفوف ديالنا هنا غادي نواشيف كاملين درت القرفة درت القوزة القرفة ما زل غا نزيد منها شوية هيا كيف ما شفتوا معايا كتعجبني نسمة القرفة في السفوف وكتعطي ما داقزوين حتى هي بنسبة للمسكة الحرارة ما درتها شالبنات واللي بغا يديرها يديرها ماشي مشكل انا صراحة تجيني هذيك ماشي حرى لك يعتبوك واحد شوية في واحد القريعة ويقولوا ليك خمسة دراهم ماشي حرى وصافي غادي نخلط هنا النواشيف مزيان بحالة كده وهنا زلت نافعه وحبة حلاوة تقريبا نرى معلقة مملوئة مزيان صافي غادي نخلط كل نواشيف حتى يدخلوا مع بعضهم مزيان مزيان هنا كنت نسيت سكر غلاسي غادي نزيده كيف ما غا تشوفوا معايا في الاخير حتى هو غربلوه هنا كل شي مغربل على البناس حتى هو مغربل مني تحمر غربلوه وصافي هنا نغربل حتى في سكر غلاسي أصعب حاجة اللي بناتجتني أنا في صفوف اللي كتجيني دي ما هي التحمار دي اللي تلاقيك شوية كي يجي صعيب صافي هنا راه ترسم مليحة غاية شوية للملحة ما تكتروش باش كن نساوي بالمداقات وصافي وصافي هنا غادي نخلط دوك النواشيف ما كتشوفوا معايا مزيان مزيان وغادي نضيف هدك اللوز اللي كني اللي علكسه مزيان وغادي نضيف زنجلان حتى هو ونعاود نخلط هده الزنجلان وهنا غادي نضيف شوية الزبدة اللي بنات الزبدة الزبدة دوبوها وخليوها تتكارامينيزا مزيان يعني كتولي نوازيت خليوها تتحيد منها هدك اللحليب ديالها مزيان 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 ما تقشف عليك الروابي ده من الفوق تبقى تزيدوه بشوية بشوية لان القوام بوحده راح يتلقى اليدام ديالو وصير صفوف هوات تبقى تحركوه مزيان انا غنجمع هنا شوية بيدي وغادي نديرهم في العجانة هذي الطريقة التانية اللي يتقدروا تخدموا بها صفوف ديالكم وفي صراحة اعجباتني العجانة في التخلص ديال الصفوف كتعلقهم وما كتحتاجي تزيدي بزاف ديال الزبدة ولا الزيت غير بوحدهم هذو كل القوام كتلقوا الزيت ديالهم شوفوا تبارك الله كيفاش هاد القوام كامل هزليا رابعة ديال الزبدة زبدة الحيوانية ديال العبار هزليا رابعة هي هادي كجات وحتى العجانة عوناتني بزاف البنات في الصراحة لغي يجربوها راح ما غنيش تندموه وصافي هدا هو الشكل نيائي كيف ما شفتوا معايا ديال صفوف ديالنا جوا عليها تشكل البنات رايه جوا غزالين جوا بنانين بزاف بزاف ة مو ساهلين ما فيهم مش كترة coloredينة فصاطي ما هذا الشكل مول فين كن ديروه راجرتو وأكيد رر أكل شي كعرفية ديال صفوف بغيت بغي نشارك معكم بطريقة ديالي وإنتمن ذاتنا الإعجاب ديالكم وما نكون ش طولت لكم بالفيديو بزاف وغيل مقادير كيف ما كنشوفوا غن سكيلو سكيلو من الحاجر سبارك الله خرج هذا هو القياس اللي خرج ليها تقريباً كي خرج لكم 3 كيلو معبورة الخير والبركة إن شاء الله ينالوا الإعجاب ديالكم وكيف ما قلت لكم ما يكونش طولت لكم في الفيديو وإلى أعجبكم الفيديو ديالي ما تنسوا نشمل لي لايك وشارك في القناة إذا كنتم مازالين جددين معايا ما تنسوا نشمل بارتاج هذا فضل منكم وما نطول شاركو غدي نقول لكم سلام عليكم ونخليكم مع تسسيمة الفيديو ونطلقوا فيديو آخر إن شاء الله